الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يبارك في الأوقات وأن يتقبل الأعمال والأقوال نواصل أيتها الفاضلات التعليق على الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام حقاً وصدقاً والمجدد للسنة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين وكان الحديث قد وقف بنا عند الكلام عن السُترة حيث تكلمنا عن شيء منها ووقفنا عند مسألة الصلاة إلى القبور حيث جعلها الشيخ بين كلامه عن السُترة لأن الصلاة إلى القبور تشبه الصلاة إلى السُترة من جهة التوجه إليها فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا من حيث وقفنا الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقال العلامة الألباني رحمه الله تحريم الصلاة إلى القبور ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقة سواء كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم نعم الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور ليست موضعاً للصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح فلا يجوز للمسلم أن يصلي في المقبرة ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة لمن لم يصلي عليها في المسجد وهذا لا تدخل فيه النساء أعني الاستثناء لأن المرأة لا تذهب إلى المقبرة ولا يجوز للمسلم أن يصلي إلى جهة القبر فيجعل القبر بين يديه ولا أن يصلي فوق القبر كل هذا منهي عنه ولا تصح الصلاة بسببه فلا تصح الصلاة في المقبرة ولا تصح الصلاة لمن استقبل القبر ولا تصح الصلاة لمن صلى على القبر وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه مسلم في الصحيح فهذا يدل على التشديد في مسألة الصلاة على القبر والواجب على المسلم أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم